بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان ومن جديد وستاد الأحلي في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون في تحليل مفصل لحصاد الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز وكل ما جاء في لقاءات النادي الأهلي أمام طنطة وأيضا خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي وصراع المركز الثاني وأيضا صراع الهبوط اللي مشتعل بقوة بين الأندية كل من طنطة والرجاء وأيضا وادي ديجلا بالإضافة إلى الأندية الأخرى في البداية حابب أتكلم مع حضراتكو في مهمة يعني صعبة جدا 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 النادي الأهلي دائما بيحاول الوصول بها لكل الجهات وهي الدور المجتمع إحنا كنا بنتكلم على الدور المجتمع في النادي الأهلي النادي الأهلي كمؤسسة ومؤسسة رياضية بتأدي دورها الوطني فإنها بتبني فرق قوية جدا بتنافس في كل المستوالات سواء على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي وهنا بتبتدي المهمة الوطنية وإن هي دائما العمود الفقري لكل المنتخبات في كل اللعبات هتلاقي النادي الأهلي دا دور وطني مهمة جدا بالنسبة لنادي الأهلي ولكن على الصعيد الرياضي النادي الأهلي دخل كمؤسسة كبيرة جدا ولقب نادي القرن دا لقب بيدي حملة قيل على النادي الأهلي لأنه عنده مهمة وطنية كبيرة جدا جدا بالنسبة لكل الناس وبنسبة لمصر وبنسبة لأفريقيا النادي الأهلي أحلى كرة في مصر أحلى كرة في أفريقيا من ناحية كرة القدم نادي الأهلي أكثر الأندية حصولا على بطولة دورة أبطال أفريقيا نادي كارن كل الكلام ده كله بيحط على النادي الأهلي عبء ثقيل عبء ده ما هو الدورة المجتمع صراحة مجلس دورة النادي الأهلي بدأ يخش فيه موضوع عائلة الأهلي وقصة عائلة الأهلي وده قصة في منتهى الأهمية إن إيه دوري في المجتمع؟ دوري في المجتمع غير الجانب الرياضي اللي أنا بنافس فيه وبعد منتخبات وبعد فرق بتأديلي على أعلى مستوى وبتخش على البطولات الأفريقية وتحقق البطولات وطلع أبطال في كل الألعاب حتى اللعبات الفردية بنافس فيها ولكن الدور المجتمع ابتدى نشوف دور النادي الأهلي في مستشفى 57 في علاج السرطان ابتدى نشوف أصلا علاج الفيروس C ودور عائلة الأهلي وده دور في منتهى الأهمية وده الجانب المجتمع لأن النادي الأهلي أصبح قيمة كبيرة ومؤسسة على أعلى على أعلى مستوى وأيضا المشاركة فيه في مهرجان اللي قرأة للجميع ده دور مهم جدا وخدمات بنقدمها للمجتمع سواء للشباب سواء للأطفال وده حاجة من الحاجات المهمة جدا أيضا تدى النادي الأهلي يخش فيه الناشنال ريسبونسيبليتي بشكل أوفر وبشكل أقوى وهو الجانب الوطني ودورة الأهلي الدبلوماسية الدورة الدبلوماسية النادي الأهلي ومجلس إدارته وكابت محمول خطيب مولي لهذا الملف اهتمام على أعلى مستوى لأن النادي الأهلي ابتدى يعلى لأفاق كل ما تيجي تسمع عنه مثلا إسبانيا لو سألتك مين هو ملك إسبانيا محدش يعرف هو اسمه الملك فيليب ولكن لو سألتك تعرف يعني إسبانيا تقولي ريال مدريد نادي القارن وحتى كريستانو رونالدو لسه جايب هدف مبارح في اليوفي هدف أعجازي ولكن ريال مدريد نادي القارن اللي جي لعب النادي الأهلي لأنه الأهلي كسبه 1-0 هو ده اللي انت أكتر ما تعرف عن إسبانيا ريال مدريد وبرسولونا هو دي القوى النعمة اللي إسبانيا ابتدت تخزه كل العالم كل العالم يعرف يعني إيه ريال مدريد وبرسولونا كل الناس يعرف أن ريال مدريد وبرسولونا بيقدموا أحلى كورة أحلى كلاسيكو في الكورة الأرضية حتى يقولها كلاسيكو الموندو وكلاسيكو الأرض نفس الشيء بالنسبة لنادي الأهلي نادي الأهلي في أفريقيا هو الأكثر انتشارا هو نادي القارن الكل يعلم ما هو نادي الأهلي هذا انبارح الجون الإعجازي ريال مدريد بلعب اليوفي وكريستانو رونالدو وهدف إعجازي هدف تاريخي الكل يعرف ريال مدريد ويعرف إسبانيا بسبب نادي ريال مدريد هذا الجون الإعجازي جون خرافي يعني 2 متر 44 سنتي الارتفاع لضرب المزدوجة أو الدابل كيك اللي عمله كريستيانو وحتى جمهور اليوفي جمهور إيطاليا يقف احتراما لإسبانيا بسبب ريال مدريد بسبب نادي أصبح هو القوة النعمة بتاعة المملكة مملكة إسبانيا أشهر حاجة موجودة فيها هو ريال مدريد وبرشلونة ده نفس الشيء اللي بالدور المهم جدا اللي على النادي الأهلي في قارة أفريقيا في كل مكان في قارة أفريقيا ودي حاجة دلوقتي الرياسة بيتولي الحقبة الأفريقية اهتمام كبير جدا وعودة مرة أخرى للم الشامل الأفريقي محتاج النادي الأهلي أنه يتوسع في هذا الأمر محتاج النادي الأهلي أنه بإنجازاته الأفريقية وجولاته ونجومه الكبار على مدار السنين والسنين انت بتدت في البطولات الأفريقية من 82 لحد الوقت الكل لسه يتذكر لما النادي الأهلي بيجي لعب حد يقولك أنا فاكر فريق النادي الأهلي جوم هنا في سنة 82 80 جوم هنا في سنة 86-84 وحتى في التسعنات أول الألفنات وجوم ولعبه حتى كانت انتهت النتيجة كذا احنا فاكرين كابتن محمول خطيب فاكرين كابتن مصطفى عبدو فاكرين كابتن طهر أبو زيد في التسعنات يقولك فاكرين كابتن حسام حسن فاكرين كابتن مجدي طلبة فاكرين كابتن سامير كامونة النجوم الكبار طبعا كل ده على سبيل المثال وليس الحصر النادي الأهلي مليء بالنجوم نفس الشيء بالنسبة لألفنات فاكرين ناجيل أبو تريكا وبركات ومتعب وفلابيو واجل بيرتو حسام غالي كل هؤلاء النجوم صنعوا للنادي الأهلي مجد وتاريخ في أفريقيا وهي دي قوة النعمة اللي النادي الأهلي بيستفيد منها ودورة مهمة جدا وهي دورة أهل الدبلوميسيين. المهالس خالد مرتاجي عضو مجلس نارة النادي الأهلي واللي متولي هذا الملف في مجلس الإدارة وحضور السيد عمر فاروق المعالي الوزير السابق اللي كان أيضا حريص ورئيس مجلس المكتب التنفيذي في النادي الأهلي والمؤتمر الصحفي اللي شفناه وحتى كان موجود زميلنا محمد فاروق لعب النادي الأهلي ونجمينا هنا كمان معنا في القناة وكان بيتحدث عن هذا الأمر والمجموعات حاجة في منتهى في منتهى الشياكة وفي منتهى الجمال موسخل مرتاجي قال إن الهدف الأساسي من وراء قامتها واستكمال الدور الوطن النادي الأهلي كأحد المؤسسات الوطنية والهدف من البطولة أيضا هو مد أواصر العلاقات بين النادي الأهلي وكاف الدول العالم من خلال سفارتها الموجودة بالقاهرة وهو ما يساعد على توطيد العلاقات خاصة النادي الأهلي يملك تعاملات عديدة مع دول العالم خلال المعسكرات والمرسلات مع جهات خارجية وأشار إن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي يولي هذا الحدث اهتماما خاصا وده حاجة من الحاجات المهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم دور المجتمعي والدور الوطني وهي دي الرسالة اللي بتقدمها المؤسسات الوطنية ممثلة في النادي الأهلي أقوى نادي في أفريقيا نادي القرن الأفريقي زي ما ريال مادريد بيعمل مع إسبانيا النادي الأهلي يفعل نفط الشيء مع مصر ومصرنا الحبيبة وأيضا مع أفريقيا أيضا حاجة جميلة جدا لما تلاقي سفير ألمانيا مع علي السفير يوليوس جورج لوي وبيهدي الكابت محمول خطيب قميص منتخب ألمانيا قميص منتخب ألمانيا فرقة واخدة أربع كسع عالم منتخب ألمانيا من أقوى المنتخبات في تاريخ الكورة الماكينات الألمانية منتخب ألمانيا ده اللي بيلبس فيه رقم عشرة مش أي حد يعني ميمة شول مسعود أزيل على سيد توماس عسلر نجوم كبار جيرد مولر يعني ناس في منتهى القوة نجوم كبار جدا لما كابت محمول خطيب طبعا وهو واحد من النجوم الكبار وحتى كان له صوالات وجولات أمام مونشنج لاتبخ وبار مينيخ وأحرز هنا وأحرز هنا يعني حاجات في منتهى الجمال بيديلوا القميص عليه رقم عشرة لكابتن طبع محمول خطيب واحد يمكن أفضل من لبس هذا القميص فيه الكرة مصرح نتعلمنا رقم عشرة ده مركزه في الملعب بسبب كابتن محمول الخطيب دي حاجة من الحاجات الجميلة جدا لما تشوف التقدير وما تشوف الأعلاقات شعب مصر بيق العديد من الحاجات المهمة على السعيد السياسي على السعيد الرياضي في كل الأسعاد وأن يبقى فيه تواصل ما بينك وما بين دولة كبيرة جدا زي ألمانيا بهذا الشكل لو حضراتكوا تشوفوا المجموعات مجموعة الأولى إنجلترا وماليزيا وكونغو ومصر والأرجنتين وبرازيل يعني أنت معاك 3-4 دول في منتهى القوة في تاريخ الكورة مجموعة تانية أمريكا والنيجر وكندا وولندا وكوتيفوار وجامعة الدول العربية حاجة جميلة جدا نحن نلاقي فرقة باسم جامعة الدول العربية فرقة بتلم الدول العربية مع بعض عشان يكون فيه تشارك وفيه تلاحب ما بيننا وما بين إخواتنا العرب ونحن نشوف كرنفال موجود على أرض النادي الأهلي فيه ممثل كل هذه الدول دي حاجة تدي لك فخر وتودي لك بعد النادي الأهلي عايز يوصل لإيه؟ مجموعة تالتة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وفيتنام وإسبانيا حتى شرق أسيا بتشارك فيه هذه الدورة مجموعة الرابعة الهند واليابان والأمم المتحدة وكذا خستان وروسيا وأستراليا يعني دول كلها فيه منها دول عظمة فيه منها دول أسيوية دول فيه إفريقيا دول أوروبية دول فيه أمريكا اللاتينية هو ده لم الشمل وحتى على الصعيد الدولي وعلى الصعيد التبلوماسي النادي الأهلي بيغطوا خطوة مهمة جدا 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 على القوة النعمة على سبيل إنك إزاي تعمل براند ليه مش بس ليه النادي الأهلي ولكن أنت بتوصل علاقات دولية من خلال حاجة مهمة جدا وهو النادي الأهلي على سبيل الرياضة وعلى سبيل السياسة والدبلوماسية النادي الأهلي بيغطوا خطوة مهمة جدا عايزة أروح مع حضراتكو لأمر آخر وطبعا هتناقش فيه مع ديوفي الكرام كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن فوز سكوتي وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن شريف عبد الفضيل ونتكلم عن النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي والإحصاءات للكابتن حسام البدري كابتن حسام البدري ما شاء الله هذا الموسم بيجني ثمار برنامج ومشروع ابتداء مع النادي الأهلي في الموسم الماضي حصل فيه على هذه أجماعة قميص النادي الأهلي عليه رقم واحد ودي قميص السفير الألماني وقميص منتخب ألمانيا عليه بيبو تند دي حاجة في منتهى الفخر وده حاجة يعني جاية لك أوفيشيال جاية لك من السفارة الألمانية جاية لك من ألمانيا جاية لك من ألمانيا من بلادها بقميص لرئيس مجلس دارة النادي الأهلي وهو ده البعد اللي النادي الأهلي بيبحث دايما أنه يوصله لأن العلاقات بتأتي من هذا الأمر وهي دي القوة النعمة زي ما قلت الحراراتكم مثال ريال مدريد حد الشي عرف مين ملك أسبانيا ولكن الكل يعلم من هو ريال مدريد وبرسلونة نادي الأهلي قيمة كبيرة جدا إفريقية نادي القرن الأفريقي وده لقب بيديله الأعباء كثيرة جدا وهو ده اللي ابتدى النادي الأهلي ومجلس إدارته في أنه يسعى للحصول على كل الجهات من الناحية الاجتماعية ودخول في المشاريع الخيرية زي ما قلت لحضراتكم وأيضا في الجانب الدبلوماسي والدورة الدبلوماسية اللي فيها 24 فريق هيكونوا موجودين بشاركه في النادي الأهلي على ملاعب الشيخ زايد في أهلي 6 أكتوبر أروح مع حضراتكم مرة تاني النادي الأهلي والكابتن حسام البدري كابتن حسام البدري حقق 18 انتصار على التوالي في مصابقتها الدور المحلي وحقق الفوز على كل من بيتروجيت والنصر مرتين الزمالك طلع الجيش المقصة ورجاءه الإسماعيلي الإسماعيلي زهابا وإيابا لتحاد السكندير مولي العرب مرتين الأسوط والإنتاج الحربي والدخلية وإمبي وطنطة في الدوري وإضافة إلى الفوز على منانا الجووني زهابا وإيابا في دور الـ 32 وكابتن حسام البدري عايز يكمل هذا المشوار عنده مشوار مهم جدا عايز يكمله ويواصل الإنجازات إن شاء الله أمام نادي سموح ويصل للفوز رقم 17 وعادل الرقم اللي كان حققوا كابتن مستر مانو الجوزي طبعا اللي كان موجود كابتن حسام البدري معاه في توليه المهمة لقب رقم 40 للنادي الأهلي لقب كبير وغالي وعزيز جدا 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 على قلوب كل الأهلوية أيضا بكابتن حسام البدري عايز يوصل لأكبر عدد في النقاط في الدوري الممتاز هو وصل لرقم 70 في موسم 74-75 والجولة 30-78 نقطة ويفصلوا عن الرقم القياسي المسجل باسم النادي الزمالك 9 نقاط ولكن نادي الزمالك لما حقق هذا الرقم كان في 2014-2015 كان الدوري 20 فارق تبتكلم في فرقتين زيادة عدد نقاط زيادة دلوقتي النادي الأهلي فما بين وما بين هذا الأمر 9 نقاط وقدر إن شاء الله على تجدد الدوافع للنجوم عشان يوصلوا لتحقيق الأرقام القياسية حاجات مهمة جدا جدا النادي الأهلي بحقق هذا الموسم وكلمنا مع حضراتكم على إنجازات من ناحية الإدارية من ناحية المجتمعية وأيضا بنتكلم على إنجازات ريادية مع كابتن حسام البدري أطلع فاصل ثم أستقبل ديوفي الكبار ونكمل كلامنا وحصاد الجولة 30 الدوري العام وقوعوا تروحوا بعيد لشانا نبني الله لحدي شكرا